واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولية اليوم لبحث الأوضاع في رفح بعد مجزرة الخيام رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي بداية من اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تتواصل إلى غاية السبت القادم ورئيس الدولة يشدد على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة في ظل احترام كامل للحقوق والحريات نشرة السابعة صباحا للأخبار من إذاعة الجمهورية التونسية يقدمها لحضراتكم مكرم الهداج يسعد الله صباحكم بكل خير لدى استقباله أمس صحفية الفلسطيني وإلد حدوح جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد تأكيد على موقف الشعب التونسي الثابت من الحق الفلسطيني المشروع والإيمان العميق بأن التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني اليوم لن تذهب سودان وسيسترد حقه السليب في قامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وأكد رئيس الدولة على أن المجتمع الإنساني في كل أنحاء العالم صار متفوقا على المجتمع الدولي وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تغيير في قادم الأعوام وأصر حوالد حدوح بأن لقاءه برئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني بكافة أشكالها بدعوة من الرئيس كان هذا اللقاء الذي تمحور حول معاناة الشعب الفلسطيني الرئيس حاول الإعراب عن التضامن والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني والتأييد أيضا وتضامن مع قصتنا الشخصية وتم التطرق إلى كثير من المواضيع التي تتعلق بالشأن العام الفلسطيني في كافة القضايا هذا وحل أمس بتونس مراسل قناة الجزيرة ومدير مكتبها بغزة الصحفي الفلسطيني وإلى الدحدوح في زيارة يلتقي خلالها اليوم مع الصحفين التونسيين وطلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمن نبع وخلال استقبال يمس بمقر النقاب الوطني للصحفين التونسيين وفي لقاء خاص للإذاعة الوطنية التونسية أجرت وزميل سمية الفرجاني أكد الصحفي وإلى الدحدوح حرسل الصحافة الفلسطينية على أداء مهامها وذلك في نقل الحقائق وفضح جرائم الكيانة المحتلة بوبرزان أما العالم يتشكل بطريقة مختلفة بعد السابع من أكتوبر ما قبل هذه الحرب ليس كما بعدها هذا أكيد بالتأكيد هناك يعني العالم يتشكل بطريقة مختلفة فداعيات ما يجري واضح بأنها أخذ في الاتساع وتتفاعل في كثير من المناطق وهذا أمر يعني الكثير بالنسبة للناس وبالنسبة للصحفيين أنا أقول بأن هذه القضية هي قضية عادلة قضايا الصحفيين يجب أن تكون مكفولة بكل القوانين وعلى الصحفيين أن يمارسوا دورهم وفق هذه النظرية وهذا التفكير بالتالي التفاعل مع هذه القضايا بما يكفله القانون وهذا في نهاية النطاف يؤثر تأثيرا مباشرا على مستوى التأثير الذي تحدثه هذه القضية وهذه الحرب والتعامل معها فعلا كشف كثير من زيف بعض الشعارات التي كانت ترفعها بعض المؤسسات على مستوى العالم لكن أمام كل ما جرى ويجري هناك إعادة ربما حسابات إعادة تقييم لمواقف بعض وسائل الإعلام وعلى الميدان في قطاع غزة عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم لقصف منطقة تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة بشكل مكثف بعد يوما من ارتكابه مجزرة ضد النازحين بمخيم قرب المنطقة وفادت وسائل علامة فلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة عدد آخر سباح اليوم في غارة جرى القصف المدفعي الإسرائيلي لخيام النازحين وحي تل السلطان هذا ونزحت عشرات العائلات الفلسطينية جرى القصف الإسرائيلي في حين تواجه سيارات الإسعاف صعوبات كبيرة لإغاثة المصابين المحاصرين داخل المنازل التي طالها القصف في المنطقة الغربية من رفح هذا القصف المدفعي المكثف استهدف أيضا الطابق العلوي في المستشفى الاندونيسي غربي رفح أين حسر عدد من التواقم الطبية والمرضى داخل عيادة تل السلطان والمستشفى في الأثناء سقط عدد من المصابين في اشتباكات بمحيط دوار زعرب غربي مدينة رفح إثر محاولة آليات إسرائيلية توغل في هذه المنطقة دبلوماسيا يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئنا اليوم لبحث الأوضاع في رفح إثر المجزرة الإسرائيلية في مخيم للنازحين الفلسطينيين التي أصفرت عن سقوط ما يفوق 47 شهيدا وعشرات المصابين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال وكانت مصادر دبلوماسية قد قالت إن الجزائر دعت إلى عقد هذه الجلسة ولمشاورات مغلقة وطارئة بشأن هذه المجزرة وتوالت التنددات والدولية بعد هذه الضربة الهمجية التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء الأحد باستهداف خيام النازحين في منطقة طل السلطان برفح جنوبي القطاع هذا ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش هذه الضربة الإسرائيلية قال إن الهجوم قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت ويجب وضع حد لهذه الفضائع الإسرائيلية وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم في بيانا أن القصف استهدف عناصر من حركة حماس لكنه أقر بوجود استهداف مباشر للمدنيين والاندلاع حريق ضخم في المكان في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن ما حصل في رفح كان خطأا كارثيا وإنه سيجري التحقيق فيها أما بخصوص مآل مسار المفاوضات من أجل تبادل الأسرة ووقف إطلاق النار قالت هيئة والبث الإسرائيلية أن فريق المفاوضات سيسلم الوسطى اليوم الثلاثاء مقترحا أقره مجلس والحرب لإبرام صفقة تبادل من الأسرة بينما جدد القياديو في حركة حماس أسامة حمدان التأكيد على أن إسرائيل لن تستعيد أسرها لدى المقاومة في قطاع غزة إلا برضوخه لشروط المقاومة الفلسطينية التي قدمتها للوسطى في قطر ومصر وقال الوزير بمجلس الحرب جادي أزيكوت في حديث للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية قال إن هناك توافقا تاما بين عضاء المجلس على ضرورة إبرامي صفقة تبادل من جهتي أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في كلمة أمام الكنيست الليلة الماضية أنه لن يوقف الحرب على قطاع غزة وأنه غير مستعد لذلك حتى تحقيق النصر وفق تعبيره يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بداية من اليوم الثلاثاء لتتواصل إلى غاية يوم السبت القادم تلبية لدعوة من رئيس جمهورية الصين الشعبية تشين جينك بينغا كما سيشارك رئيس الجمهورية كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزرية العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سينعقد يوم الثلاثين من ماي الحالي ببكين شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد داداش رفيامسي على جلسة عمل خصصة لاستكمال تنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك دون رسيد شدد على أن التعامل بالشيك يكون بين عدة أطراف ويجب أن يتحمل كل طرف منها جزءا من المسئولية ومن بينها المصارف التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء مدينة بالتضامن مع الساحب الشيك ومن بين ما ورد بمشروع تنقيح الفصل 11 بعد 400 من المجالة التجارية إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك والتي ستتيح للمستفيد منه التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف وأكد رئيس الدولة لدى استقبال يامس خالد النوري وزير الداخلية وصفيان بن صادق كتبوا الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني أكد ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة في ظل احترام كامل للحقوق والحريات كما تعرض رئيس الجمهورية إلى ضرورة سد الشغرات في أقرب الأجال بناء على الولاء لتونس وحدها والشعور الثابت والعميق بالمسؤولية الوطنية في أي موقع كان كما أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس مشكات سلامة رئيسة واللجنة الوطنية للصلحة الجزائي أكد أن الدولة التونسية لا تسعى إلى التنكيل بأحد ولكنها تسعى إلى استرجاع حق الشعب في الأموال والمقدرات التي نهبت منه مع أعطاء فرصة جديدة للمعنيين بالصلحة الجزائي للعودة إلى سالفي عملهم كما شدد على أن حق الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم أو كما يتواهم البعض بأوراق الاقتراع أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس أن عملية القرعة الدورية لتجديد تركيبة المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية ستجر يوم السبت القادم في 24 ولاية بعدد من الفضاءات الشبابية ومقرات الهيئات الفرعية والبلدية تمكنت وحدات والحرس البحري من نجدة وانقاذ 153 تونسيا أصيلي ولاية تونس وبن عروس شاركوا في عملية هجرة غير نظامية وذلك على بعد 20 ميلا عن ميناء حلق الوادي بعد تسرب مياه البحر إلى القارب الذي كان يقلهم وفق ما فاد به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي وفي تطور آخر أضاف المصدر ذاته أن البحث جار عن أربعة تونسيين فقدوا خلال عملية هجرة غير نظامية بسواحل ولاية المهدية تضم 17 شخصا سبعة منهم أجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء أعلنت وزارة وشونا الخارجية والهجرة تونسيين بالخارج أمس تعيين الدبلوماسية التونسي طارق بن سالم أمينة العامة لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك بداية من الأول من جوال المقبل خلفا للأمينة العامة الحالي للاتحاد الطيب البكوش بهذا الخبر مستمعين مشاهدين الكرام نصلوا إلى ختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية وفي عنوين هذا الموعد الإخباري ولد استقباله أمس الصحفية الفلسطيني ولد حدوح رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد تأكيد على موقف تونس ثابت من الحق الفلسطيني المشروع الجيش الاحتلال الصهيوني يجدد فجر اليوم استهداف النزحين في رفح واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولية اليوم لبحث الأوضاع في رفح بعد مجزرة الخيام رئيس الدولة يؤدي بداية من اليوم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تتواصل إلى غاية السبت القادم ورئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة فرض احترام القانون على الجميع على قدم المساواة في ظل احترام كاملا للحقوق والحرية نهاية النشرة يوم سعيد متواصل بعد قليل حتى تاسعة صباحا مع نبيل عبيد مع جمل تحيات كامل الفريق الذي أمن لحضرتكم هذا الموعد الإخباري يلقاكم بعد أقل من ساعة من الآن في موجزة الثامنة صباحا في رعاية الله موسيقى